حلات البيوتي صلوة يجي وعملولهم بيديكير ومنيكير وكده البيديكير دي وتقوم شايلالها الشايلينها كده عشان كده ممكن يحصل فيها إصابة فطريات والأخطر الأخطر إصابة لقدر الله اللي هو الهيباتايتس سي فإحنا بننصح عند الزهاب للبيوتي صلوة للعمايل الضوافر تاخدي العدة بتاعتك نعيد تاني تاخدي العدة بتاعتك يبا الدنيا ماشي حلوها أنا متذكر كمان يا دكتور عاصم قلت حتى في فقرة سابقة ما تتشلش الزوائد اللي حوالين الضوافر لأن ربما سبحانه وتعالى بيحمي بيها دي معمولة سبحانه وتعالى ما حدش يشلها دي حماية من دخول المكروبات يبقى تاخد العدة بتاعتها ما تستخدمش العدة اللي هنا الست اللي بتعمل لها تلبسها جوانتيا مهما كان المكان راقي نظيف ده هي ما بتجيش إلا في المكان الراقي والله الاصحابة في الأماكن الراقية وحشة شوي يعني فإحنا بنقول الهيباطايتس وكلام ده كله إحنا طيب عزق أنت راح تزبطي نفسك زي ما بيقوله يبقى تاخدي الجوانتيا تاخدي العدة بتاعتك ونفس العدة بتاعتك حتى بلاش حد تاني يستخدمها فالدنيا تبقى ماشية كويس ترجمة نانسي قنقر